أتوجه إلى الله وأسأله بأسمائه الحسنى جل فعلاه الذي لا يخيب من دعاه ولا يرد من ناداه أسأله بأنه الله الذي لا إله إلاه الذي واسع كل شيء رحمة وعلما أن يوفقنا أجمعين لحسن الوقوف بعرفة أسأل الله أن يوفقنا أجمعين لحسن الوقوف بعرفة وحسن الأداء للحج وأن يوفق لإتمام حجنا وإكمال نسكنا على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا أن يجعلنا في حجنا لله مخلصين ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم موافقين أسأل الله عز وجل أن يجعلنا أجمعين من يسمع هذا الدعاء ومن لا يسمع أن يجعلنا أجمعين من عتقائه من النار وأن يغفر لنا دنوبنا وخطيئاتنا وإسرافنا في أمرنا أن يغفر زلاتنا أن يتجاوز عنا أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وتبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسل السخيمة صدورنا اللهم إنا نسألك التبات في الأمر والعزيمة عن رشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك الشكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عمل ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعود بك من شر ما استعاذك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والثقى والعفة والغنى اللهم قنعنا بما رزقتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما نتعلم حجة لنا لا علينا اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشه مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارثة منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته